تغيير الفكر تغيير الفكر أنا عايزة أرجع له لأنه هو ألف أشعية خمسة وخمسين ليترك الرجل الشرير طريقه ورجل إثم أفكاره الفكر نفسه بيبقى فيه يعني زي تعدي على الله لأنه ما بنيجي نفكر وإحنا بنعمل الخطيئة بتبقى بنشك في ربنا بنشك في محبته بنشك في هي التوبة اللي أنا أقدمها دي توبة حقيقية ولا مش توبة حقيقية هو إيماني بالمسيح لو أنا أمنت بالمسيح كفاية ولا مش كفاية وأنا ممكن أترفض قدام الله وابتدي إن أنا أفكر أفكار لا تموت الكلمة ربنا أنا دلوقتي لازم أفكاري يوزبه كل فكر إلى طاعة المسيح لازم أفكاري ما تبقاش أفكار مستمدة من المجتمع ومستودة من الناس اللي حوالينا والناس اللي بيحكوا معانا لكن بتستمد من كلمة الله الكتاب المقدس واضح جدا في النقطة ده هي أنه قال في أفا ستنين بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطيت الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد يعني ده إحسان وبلا مقابل يعني إحسان لمن لا يستحق الإحسان ده ونعمة غنية وعلشان كده هو النقطة ده هي مش موجودة في الإسلام يعني النقطة دي ملهاش مقابل في الإسلام أنا دلوقتي عايزة ربنا يغفر لي يبقى أنا لازم أعمل اشتركوا في القناة